بتصريح صحفي مفصل توقف السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عند الانزلاقات والتصرفات غير المقبولة للأمين العام بانكيمون خلال جولته الأخيرة في المنطقة أكد الدبلوماسي المغربي بهذا الصدد أن الرباط تملك الدليل على أن الأمر كان متعمدا وهو لا يتعلق بالاعتدار عن استعمال مصطلح احتلال وإنما بتركب تصرفات مؤسفة كالزيارة التي قام بها بانكيمون إلى منطقة بير الحلو وانحنائه لعالم كيان وهمي علاوة على تلويحه بإشارة النصر وأشار السفير الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة إلى تشويه مهمة بعثة المينورسو والإشارة إلى الاستفتاء خلال زيارة بانكيمون إلى المنطقة في وقت توقف فيه مجلس الأمن والجمعية العامة عن الحديث عن هذا الأمر منذ عام 2004 و2007 على التوالي من جهة أخرى ذكر بأن المغرب يظل رهن إشارة الأمم المتحدة بخصوص المكون العسكري للمينورسو مبرزا التعاون الجيد بين هذا المكون والسلطات المغربية المحلية بشهادة المنظمة الأممية نفسها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر